وتنضم إلينا شبكة مراسلين معنا من غزة مراسلنا محمد المشهراوي ومن سديروت بمحيط قطاع غزة مراسلنا نظال كنعنى وكذلك من منطقة جبل الزيتون المطلة على المسجد الأقصى مراسلنا فراس لطفي أهلاً وسهلاً بكم جميعاً أبدأ من غزة ومراسلنا محمد المشهراوي كيف ترصد التطورات حتى اللحظة؟ نعم نحن عشنا ساعة من الهدوء نسبياً حتى هذه اللحظة تراجعت حدة الغارات الإسرائيلية على القطاع وكذلك تراجعت عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على إسرائيل ولكن مع هذا التراجع لم يغب التوتر ولم ينخفض منسوبه بل على العكس هناك ترقب شديد لتنفيذ التهديدات والوعودات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع والتي صدرت تلك التهديدات عن أعلى المستويات السياسية والعسكري والأمنية في إسرائيل قبل قليل وبالتالي هنا حالة من الترقب لتنفيذ مثل هذه التهديدات خاصة وأن بعض الفلسطينيين قد تلقوا اتصالات بتحذرهم من قبل الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء منازلهم تمهيدا لعملية قصفها هذا الأمر كان قبل عدة ساعات وحتى الآن لم يترجم على الأرض وسط حالة من الترقب والقلق الشديد التي تنتاب سكان هذه الأبراج تحديدا نتحدث عن برج سكاني كبير في وسط مدينة غزة وهذا البرج ليس فقط سكانيا بل يضم أيضا بجانب الشقق السكانية التي يحتويها مكاتب لمؤسسات والعديد من القنوات التلفزيونية والمكاتب الصحفية ووكالات الأنباء وفي هذه اللحظات يعتصم عشرات من الصحفيين الفلسطينيين على مدخل تلك البناية مطالبين بحمايتهم وحماية هذا البرج السكني وهذا البرج من عمليات القصفة الإسرائيلية الوشيكة كان في اللحظات الأخيرة أطلق الجيش الإسرائيلي الصواريخ في محيط هذا البرج السكني لإجبار الفلسطينيين على مغادرته بشكل كامل وإخلاء المنطقة ولكن لا تزال حالة الترقب هي المسيطرة في المكان هذه هي الصورة لديك من داخل قطع غزة مرسلنا محمد أذهب لنضال نضال كنعنى حيث يتواجد في محيط قطع غزة من ناحية إسرائيل كيف ترصد لنا تطورات الأوضاع لديك نضال؟ نعم سامي إذا أردنا أن نجمل ما حدث اليوم غارات مكثفة على عسقلان وأجدود غارات أيضا غير مسبوقة على تل أبيب والمركز رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس هيئة الأركان ورئيس الشباكي وجهون تهديدات لقطاع غزة وفقا لإسرائيل فإن هذه الموجة مستمرة وإلى وقت طويل تهديدات إسرائيلية الجيش الإسرائيلي يقول بأنه استهدف اليوم أكثر من خمسمائة هدف في قطاع غزة منها نحو مائة منصة لإطلاق الصواريخ من تحت الأرض أيضا الجيش الإسرائيلي يقول بأن البرج الذي تم استهدافه في قطاع غزة كان يحوي مكاتب تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس ومركزا للأبحاث وتطوير الأسلحة التابعة لحركة حماس أيضا هنا في محيط قطاع غزة الحجد الإسرائيلي ما زال مستمرا كل الوقت يتم جلب المزيد من القوات إلى المنطقة تم اتخاذ قرار بجلب قوات من لواء جولاني وهي قوات نخبة إسرائيلية سيتم إحضارها إلى هنا لتعزيز القوات الموجودة تم جلب الكثير من قوات المدفعية وبطاريات المدفعية بطاريات الهاون من العيارات الثقيلة التي تم نشرها في المنطقة وبدأت بالفعل بإطلاق قذائفها منذ عصر اليوم باتجاه قطاع غزة هناك في إسرائيل تساؤلات ومطالب بالرد على ما جرى اليوم من الهجوم على منطقة تل أبيب الذي يعتبر بإسرائيل خط الأحمر ربما الأبرز الذي تم تجاوزه في هذه المواجهة أذهب أيضا لمراسلنا فراس لطفي فراس حسب ما تردنا الأنباب أن القوات الإسرائيلية انسحبت من سحات المسجد الأقصى هل هذا يعني أن الهدوء يسود المشهد الآن؟ سامي هي جولة من الجولات المتكررة يقتحم الجيش والشرطة الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى ومن ثم ينسحب بعد أن يقوم بإخلاء مجموعة وعدد كبير من المصلين الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بأن هناك سبع إصابات بالرصاص المطاطي الآن في هذه اللحظات تجري مواجهات في منطقة رأس العمود منطقة أطور وفي باب العمود حيث تجري عملية مواجهات متقطعة بين الحين والآخر بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين لكن الأنظار والأعين تتجه الآن حقيقة سامي نحو مدينة اللد هذه المدينة العربية داخل إسرائيل والتي وصفت الأحداث فيها بأنها حرب أهلية بين اليهود والعرب بعد أن اندلعت فيها المواجهات يوم أمس وقتل فيها فلسطيني برصاص إسرائيلي اليوم بعد التشييع حدثت هناك مواجهات وأصيب فيها شرطيان وأحرقت قبل ساعات من الآن عشرات المركبات لإسرائيليين في هذه المدينة المختلطة التي يسكنها يهود وعرب والآن يجري الحديث عن ربما دراسة إعلان حال الطوارئ في هذه المدينة وإدخال فرق من الجيش الإسرائيلي لفضل اشتباكات بين الشرطة وبين اليهود والعرب في هذه المدينة على خلفية توتر وتصاعد الأحداث في مدينة القدس وأيضا ما يجري على جبهة قطاع غزة هذه المواجهات في مدينة الليد أيضا نرى مواجهات أخرى شبيهة ومماثلة في معظم المدن العربية داخل إسرائيل من حيفا وحتى بئر السبع اندلعت مواجهات توصف في إسرائيل بأنها أخطر من الصواريخ التي سقطت في تل أبيب خاصة وأن هذا أثار وعيا جديدا لدى المواطن العربي داخل إسرائيل ولربما هذا يقلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية بكل الأحوال نهار القدس كان هادئا ولكن ليلها والآن هناك مواجهات واشتباكات كما جرت العادة منذ بداية رمضان شكرا جزيلا لك مراسلنا في راس لطفي من القدس بالتحديد من منطقة جبل الزيتون وأيضا من إسديروت بمحيط قطاع غزة مراسلنا نيضال كناعنا ومراسلنا محمد مشهراوي من قطاع غزة وسنبقي أعيننا على أي تطورات للمشهد الفلسطيني